أخذنا ولله الحمد والمنا في الدرس الماضي المقدمة وتفسير التوحيد والأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله وسبب كفر بني آدم المؤلف رحمه الله تعالى شرع في القسم الخامس دحف حجة أو الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة ظهر هناك بعض الناس واتهموا الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وقالوا أنت تدعو للتوحيد في الجزيرة هذه الجزيرة العربية لا يمكن أن يقع فيها الشرك أو لا يمكن أن يقع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا مخالف للقرآن وللسنة ولأقوال الصحاب والسلف ولا إمة النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوقوع عبادة الأوثان وذكر أن تضطرب أليا الدوس أين في الجزيرة ثم أن الصحابة رضو الله عليهم قاتلوا أهل الرد أين في الجزيرة العربية ولو كان الشرك لا يقع في الجزيرة كان قتال الصحابة المرتدين فيه نظر أيضا الأئمة الأربعة يذكر في مؤلفاتهم في كتب الفقه يذكر باب حكم المرتد في أي مكان سواء كان في الجزيرة وفي خالج الجزيرة وما الذي يخرج الردة إذا كانت الردة أنها في الجزيرة وغير الجزيرة لا فرق ترجمة نانسي قنقر